اشتركوا في القناة كيف ينتقل، كيف يعمل، ما سبول الوقاية منه، ما لأثار المترتبة على الوباء إلى آخر ذلك من الأسئلة التي تشغل بالعامة والخاصة هذه الأيام وهذا أمر منطقي بالطبع بالنظر إلى خطورة الموضوع وأهميته إلا أن بعض المراكبين يشعرون أن من الخطر أو من الخطأ أن يتحدث غير المتخصصين في هذا الموضوع لأنهم قد يضللون الناس ببيانات خاطعة في موضوع لا يحتمل الخطأ وكثيرا ما نسمع هنا وهناك من يقول اتركوا الموضوع لأهل الاختصاص اتركوا الخبز للخباز يتحدث فيه وأغلقوا أفواهكم هذه الدعوة إلى احترام التخصص ليست جديدة بالطبع هي دعوة قديمة تتردد بين الحين والآخر في ميادين المعرفة المختلفة بما فيها مجالات العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية وخصوصا مجال العلوم الدينية حيث تسمع باستمرار من يقول لك أو لأي متحدث غير تكليدي في العلوم الدينية يقال له ما شأنك أنت بعلوم الدين أنت غير متخصص فيها وهذا كلام بطبيعة الحالي ينطوي على بعض الحقائق وينطوي على بعض الأوهام أيضا ونظرا لأهمية هذا الموضوع بالنسبة لشريحة معينة في المجتمع شريحة واسعة من أبناء المجتمع هي الشريحة المتعلمة رأيت أن نترك باب هذا الموضوع للنقاش في هذه الحلقة لعلنا نعطي المشاهد صورة واضحة عن تضاريس هذه المشكلة تساعد على إدارة الحوار حوار مثمر فيها فكونوا معنا العلم العلم هو معبود الإنسان الحديث ما يقوله العلم يسمع ويطاع لأن العلم لا يقول إلا الحق أو لا ينبغي له أن يقول إلا الحق هكذا يفهم الناس يعني العلم يسمي الأشياء بأسمائها هذه ميزته يسمي الفرضية فرضية ويسمي النظرية نظرية ويسمي الحقيقة العلمية حقيقة علمية ولا يخلط بين هذه المسميات كما يفعل أهل الأهواء وتحديدا أهل الأيدولوجيا والعلم هو الابن الشرعي للفلسفة كانت الفلسفة في العصور الكديمة هي مصدر المعارف العلمية جميعا أو بالأدك مصدر المعارف العلمانية جميعا وأحيانا كانت تسهم في تقديم معارف دينية كما فعل في تاغورس مثلا ظلت الفلسفة على عرش المعرفة آلاف السنين قبل أن يظهر العلم الحديث ويسقطها من عرشها ويحتل مكانها ويحولها إلى مجرد مستشار عجوز في مملكته الفلسفة تحولت إلى مستشار للعلم ومستشار عجوز شيبة من نسبة للإنسان الغربي الذي أنتج ظاهرة العلم الحديث كان العلم بمثابة الإله أو المهد المنتظر الذي سيخلصه من الفكر والألم ويدخله إلى جنة المستقبل خصوصا بعد عصور طويلة من الضنك ذكرنا في الحلقة الماضية ثلاثة أو أربعة قرون من الوباء فالعلم كان بمثابة ممكذ لهذا الإنسان في الكارة الأوروبية كان الإنسان الغربي يبني ديانة جديدة بالفعل بالعلم أصبحنا أمام ديانة إلهها العلم رسالتها التكدم وأخلاقها المنفعة ومثلما أن لكل ديانة تعاليم فقد كان للعلم تعاليمه المقدسة أيضا من ضمن تلك التعاليم احترام التخصص العلمي قام العلم الحديث بتقسيم المعارف الحديثة على مجالات وأنواعها ثم قسم هذه المجالات على علوم وتخصصات وأعطى كل تخصص غرفة محددة وواضحة المعالم يعني غرفة هنا للفيزياء وغرفة هناك للكيميا وغرفة للرياضة وغرفة للتاريخ وغرفة للقانون وغرف وغرف كذا في شككة في عمارة طويلة هي عمارة العلم وقال لطالب العلم عليك أن تتخصص في حدود هذه الغرفة وأعطى العلم لكل تخصص مناهج خاصة وأدوات تناسبه مناهج العلوم التطبيقية والتجريبية مثلا قد لا تتنسب مع العلوم الاجتماعية والإنسانية والعكس صحيح مناهج العلوم الإنسانية لا تناسب مناهج العلوم التطبيقية وهذا التنظيم للمعرفة رفع من كفاءة العلم ومن قيمته وجعل العلم صالحا للتوظيف في خدمة المجتمع بشكل فعال لكن ديانة العلم هذه لم تسلم من بعض التحريفات والأوهام مثل كل ديانة إذا صح التعبير كان من أبرز هذه التحريفات أو الأوهام ثلاثة أوهام يعني ثلاثة أوهام تلبست بمفهوم العلم الحديث الوهم الأول يقول أن الدين عدو العلم ونصير الإلحاد وهذا وهم ناكشناه في حلقة سابقة الوهم الثاني كان يقدم العلوم التطبيقية والتجريبية على العلوم النظرية الاجتماعية والإنسانية هكذا صار في عرف الناس وفي عرف الأوساط أن التخصصات العلمية اللي سموها علمية تطبيقية مثل الطب والهندسة وما شبه ذلك هذه أهم من العلوم الإنسانية والاجتماعية وطبعا هذا خطأ فادع كان لكن هذه واحدة من أوهام العلم أعطى الإنسان الغربي للعلوم التجريبية مقام أعلى من مقام العلوم الإنسانية والاجتماعية بما يتفق مع فلسفته في الحياة هذه طبيعة فلسفته وهذا موضوع يحتاج لنقاش مطول ليس هذا وقته حنتوقف مع الوهم الثالث الوهم الثالث كان منتشرا في المجتمعات التي أخذت العلم تقليدا لأصالة يعني المجتمعات لم تنتج العلم وإنما أخذت بالتقليد فتلبس بها هذا الوهم الثالث طبعا في مقدمة هذه المجتمعات المجتمعات العربية في هذه المجتمعات صارت الحدود الفاصلة بين العلوم والتخصصات أشبه بالحدود المقدسة أو الحدود السياسية التي لا يسمح بتجوزها هذا هو الوهم الثالث هناك غرف علمية بين كل غرفة وغرفة جدار عازل لا يسمح لك بعبور هذا الحد إلى الغرفة المجاورة وصارت فكرة المثقف الشامل تلقى بعض الازدراء والسخرية زمان كان الفيلسوف مثقف شامل بدأ أن صار العلم الحديث يقوله المثقف الشامل هذه فكرة غير جديرة بالاحترام وتحدثوا عن نهاية المثقف الشامل الذي يتحدث في مختلف المجالات وهذا التطور مهم ومفيد للعلم في حقيقة الأمر لو لا أنه انطوى على الأوهام ونقاط ضعف يتم تصحيحها في الوسط العلم الحديث بمرور الوقت إلا أن هذه التصحيحات لا تصل إلى الجمهور إلى الجمهور العام في البلاد المتخلفة عن ركب العلم هي تصحيحات في الوسط العلمي لكن لا تصل غالبا إلى جمهور العلم في البلاد المتخلفة كما قلت عن ركب العلم ولهذا واجب تثقيف الجمهور في هذه المجالات حتى لو كانت تخصصية إلى حد ما في كتاب مذكراته القيم ذكر الدكتور عبد الوهاب المسيري حادثة طريفة يمكنها أن تشرح لنا واحدا من أوهام مفهوم التخصص عند النخب قال الدكتور المسيري ذهبت لتدريس الأدب الحديث في إحدى الجامعات المصرية وأخريت جامعة أمريكية في الأدب الإنجليزي الحديث فرح يدرس في جامعة مصرية قال وهناك اكتشفت بالمصادفة أنهم قد قرروا كتابي السابق عن الصهيونية قررواه في قسم علوم الاجتماع فقلت لإدارة الجامعة ما دمتم قررتم كتابي على طلاب قسم الاجتماع فمن الأفضل أن أدرسه بنفسي هذا كتابي فكانت إجابة الإدارة إدارة الجامعة قالوا لا لا ينفعش هذا لا يصلح لأنك غير متخصص في علم الاجتماع يعني قرروا كتابه في علم الاجتماع قالوا ممكن نكرر كتابك لكن أنك تدرس المادة لا لأنك غير متخصص طبعا هذه حادثة كوميدية تكشف عن ضحالة التفكير عن ضحالة التفكير عند النخب أو بعض النخب وتكشف عن الفرق بين الفكرة الأصيل والفكرة المقلت الدخيل الفكر الأصيل عادة يراعي جواهر الأمور جوهر الشيء والفكر المقلت يهتم بالأشكال على حساب المضامين التخصص عند أصحاب الفكر المقلت ما هو هو الشهادة أو إجازة الشيخ أما عند أهل الفكر عند أهل الفكر الأصيل التخصص هو المعرفة نفسها يقال فلان متخصص في الأمر الفلاني إذا كان يعرفه مش إذا كان عند الشهادة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين مش قل هاتوا شهاداتكم وإجازاتكم العلمية البرهان والمعرفة هي الحجة وليس الشهادة شهادة لا احترامها وتقديرها ولا دلالتها لكنها ليست دلالة قاطعة الشهادة الكرتونية قد تكون مجرد دليل على اجتهاد الشخص في تحصيل المعارفة الضرورية في مجال اختصاصه وعلى تمكن من المنهج البحثي بس هذه دلالة تفل حد الأدنى وبعد ذلك قد يكون الدكتور مثقف في مجال اختصاصه وقد لا يكون يعني الشهادة دكتورة ولا غيرها ليست دليلا على كون صاحبها مثقف في هذه المعارف أو خبير جيد فيها هذه المعارفة التي يحملها ليختص فيها وخاصة في جامعات العرب ومعاهدها الناس في هذه المجتمعات يطلبون الشهادات الجامعية والأكاديمية من أجل الحصول على لقمة العيش حلشان الراتب والمكانة الاجتماعية وفرصة يمكن يلقى فرصة يترشح فيها وزير ولا منصب سفير أو ما شابه ذلك من المنافع غالبا يعني العلم يطلب لغير العلم في مجتمعاتنا العربية في الغالب المعرفة نفسها بهذه الشهادات وهناك وهم لدى عامة الناس بأن أصحاب هذه الشهادات الكبرى هم أصحاب الدرجة العليا في المعرفة بينما الحقيقة غير ذلك الحقيقة أن هذا غير لازم يعني مش ضروري قد يكون كذلك وقد لا يكون الحقيقة أن العلماء والخبراء موجودون داخل أسوار الجامعات وخارج أسوارها وهناك الكثير من العلماء والمثقفين الكبار الذين لم يحصلوا على شهادات دكتورة مثلا لكنهم يتفوقون في تحصيلهم المعرفة على أصحاب الشهادات الكرتونية وكثير من الذين صنعوا واقع الناس كانوا من هؤلاء سيد قطب هذا مثلا على سبيل المثال العثر اللي تركه هائل الرجل لم يكن لديه هذه الشهادة الدكتورة مثلا وستأتي أسماء أهم من هذا وأخطر هؤلاء مثقفون من غير شهادات جامعية أو من غير شهادات عليا موجودين خارج أسوار الجامعة موجودون وكان من حقهم أن يدرسوا في الجامعات بل من حق بعضهم أن يدرس أساتذة الجامعات أنفسهم لما لديهم من معرفة غزيرة وخبرة منهجية ممتازة لو لا الوهم وهم التخصص يعني واحد مثل عباس محمود العقاد مثلا هذا الرجل لم يتجاوز الابتدائية في تعليمه المدرسة يعني ما خلص إلا الابتدائية ما عنده الشهادة الابتدائية لكن من هو العقاد؟ العقاد هرم من أهرام المعرفة في تاريخنا العربي حين أرادت إحدى الجامعات المصرية أن تمنح شهادة الدكتوراه الفخرية باب التكريم رفض رفض الشهادة رفض الدكتوراه بدافع الاعتزاز بالنفس وكأنه يقول في نفسه لا يصح أن نمنح الشهادات هذه الميزة وهذه المنزلة لكي تبقى الميزة للمعرفة نفسها أنا العقاد لأن لدي هذه المعرفة مش لأن عندي شهادة كأنه أراد أن يقول ذلك وكذلك مصطفى الرافحي هذا الأديب العربي الكبير ومؤرخه هذا أيضا لم يتجاوز تعليمها المدرسي السنوات الابتدائية وغيروهما كثير من أدباء العالم ومفكري المعاصرين في أمم أخرى مثل تولوستوي الروسي هامانجوايا الأمريكي ومركيز اللاتيني باولو كويلو زميلو كل هؤلاء لم يكن أصحاب شهادات بعضهم لم يكمل تعليمها الثانوي أو الجامعي ومع ذلك فإن الفكر الشكلاني الفكر الشكلاني الجامد لدى النخبة يعتبر هؤلاء وأمثالهم غير مؤهلين للتدريس في الجامعات بحجج سخيفة ولعل هذه السياسة من أسباب فكر الخيال والإبداع في مخرجات التعليم الجامعي في المجتمعات العربية لأنه ما فيش من يحرضهم على الإبداع والخيال ربما لأنه هناك شريحة واسعة من الأساتذة المجتهدين نعم لكنهم ليسوا أصحاب خيال وأصحاب إبداع لا يحرضون الطالب على أن يكون مبدعا أن يكون مجتهدا بقدر ما يحرضوا على المذاكرة يخرج بشهادة لعل هذا يعني واحدة من أسباب فكر المخرجات وهناك أسباب أخرى يعني بطبيعة الحال أخطر بعض مؤرخي العلم يكسمون تاريخ العلم الحديث على مرحلتين مرحلة سموها مرحلة الحداثة ومرحلة أخرى ما بعد الحداثة أو مرحلة الحداثة ومرحلة الحداثة الصلبة ومرحلة الحداثة السائلة سموها مرحلة الحداثة العلمية بدأت في القرن الثامن عشر وتوقفت في منتصب القرن العشرين بعد منتصب القرن العشرين دخل العلم مرحلة جديدة هي مرحلة ما بعد الحداثة أو الحداثة السائلة لماذا سميت هكذا؟ لماذا سميت بالحداثة السائلة؟ لأن الأحداث والتطورات بيّنت للعلماء أن مفاهيم عصر الحداث السابق التي كانوا يعتقدون أنها مفاهيم صلبة وواضحة وقطعية تبين أنها لم تعد كذلك الحكائق التي يعتبرها حكائق واضحة وصلبة لم تعد واضحة وصلبة النسبية اخترقت كل المفاهيم وجعلت معلم الحكائق ظنية وسقطت من ثم كثير من الحدود التي كانت قائمة بين العلوم تداخلت العلوم في بعضها ذابت في بعضها وتولدت علوم جديدًا لم تكن متوقعة يعني مثلاً في فترة الحداثة كان لدينا على سبيل المثال علم الكيميا وعلم الأحياء فيما بعد الحداثة اكتشفوا وجود علم بين العلمين وجدون بالصلاة بين العلمين وتداخلات تشبه الممرات التي تربط بين الغرف في الشقة الواحدة فقالوا لابد من تحويل هذه الممرات إلى تخصصات علمية وهكذا ظهر ما يسمى بالعلوم البينية أو الدراسات البينية أصبح لدينا بين الكيميا وبين الأحياء علم وسط هو علم الكيميا العضوية بين علم النفس وعلم الاجتماع علم النفس الاجتماعي وهكذا في مختلف العلوم فيه علوم بينية لكن هذا التطور في العلوم لم تعرفه يعني معظم جامعاتنا العربية لمازال أغلب جامعاتنا على التقليد القديم والمشكلة ليست هنا فقط يعني بل في أن هذا التقليد أصبح ثقافة لدى الشريحة المتعلمة أصحاب التفكير التقليدي غير الأصيل في شريحة المتعلمين العرب يستخدمون مصطلح التخصص بطريقة تخدم الجهل وتعيق العلم عندما يشترطون على المتحدثين في أي مجال معرفي أن يكونوا أصحاب شهادات في التخصص يعني كان من مخاطر التقسيم التقليدي للتخصصات العلمية أن الاستغراك في التخصص في التخصصات الجزئية لأن العلم يتشضى باستمرار كل يوم ويتحول إلى معارف جزئية شضايا معرفية الاستغراك في التخصصات الجزئية أدى إلى غياب المفاهيم الكلية الجامعا لها إلى غياب فلسفات العلوم التي توجهها وتضبط حركتها يعني أصبح التخصص بلا هدف بلا هدف واضح بلا خريطة واضحة لأن الناس سروا تخصصوا في الجزئيات وينسا والكليات غابت الصورة الكلية للمعرفة وكان أفلاطون كتشبه هذه الحالة بمجموعة عميان أمام بكرة قال لك واحد ماسك بكرنها والثاني ماسك بذيلها والثالث ماسك بأنفها ولا بكدمها كل واحد منهم لما يتكلم يتكلم عن ما يعرف فقط ولن يتحدث عن البكرة نفسها الذي يعرف الكرن أو الذيل سيتكلم عن الكرن أو الذيل فقط لأنه لا يعرف البكرة يعني الكائن الأصلي الكائن الكلي هو البكرة أما القرن فهو جزء من الكائن الكلي لكنه لا يعرف الحديث إلا عن القرن أما البكران لا يعرفه غياب المعنى الكلي للعلم يؤخر التقدم العلمي من ناحية ويورف مشكلات في العلوم تبدأ بسيطة وتنتهي معقدة وخطيرة من ناحية أخرى وهذا ربما خطر على بال الدكتور لويس عوض لما كان يتكلم عن تجربة العقادة المعرفية عنده كتاب اسمه دراسات أدبية يتكلم فيه عن عباس محمود العقاد فمن ضمن العبارات التي لفتت انتباهي نوعا ما حديث عن التخصص لأن العقاد كان متهم بأنه غير متخصص فقال صاحبنا لويس عوض قال هناك نوع من العلوم يعني نوع من التخصص يقوم على اللا تخصص لويس عوض قال هذا من وقت مبكر قبل أن تظهر فكرة العلوم البينية قال فيه أنواع من المعارف تحتاج إلى اللا تخصص تخصصها هو اللا تخصص أدرك المشكلة في السبعينيات يعني من تاريخ العلوم يتضح أن المعارف العلمية تبدأ بالظهور عند العلماء والباحثين لكنها قد تنتهي عند عامة الناس وهكذا يصبح لدينا نسختان من العلم من العلم الواحد في نسختين نسخة حقيقية عند العلماء ونسخة الشعبية عند عامة الناس وهذه ليست مشكلة في حد ذاتها لكنها تصبح مشكلة متى عندما يتبنى المثقفون والمتعلمون النسخة الشعبية للعلم بدلا من النسخة العلمية تجد متعلمين ومثقفين وعلماء أحيانا يتحدثون في بعض القضايا المعرفية بعقليات عوام وأسوأ ما يحدث في هذا الباب هو الخلط بين مقام العلم ومقام الدين هذا تحديداً اللي بيبرز الجانب الشعبوي عند المتعلمين في مجال العلم لما يخلطوا بين حدود الدين وخطوط العلم وحدود العلم يعني في بعض الحوارات التي تناكش قضايا دينية هناك من الناس من المتعلمين ومن المثقفين وحاملة الدكتوراه من يخلط بين حدود العلم وحدود الدين ولا يستطيع التمييز بينهما أو أنه أحيانا يتعمد الخلط بينهما لغرض غير علمي غرض إيدولوجي مثلاً كأن يوحي للجهلة والعوام بأن الطرف الآخر يستهدف الدين بهذا النقاش ولا يستهدف معرفة بيان الحقيقة العلمية مثلاً كأنه يريد أن يوحي بذلك يعني على سبيل المثال عندما يشكك باحث في جدوى الإجراءات العلمية التي وضعها علماء الرواية التاريخية العرب عندما يشكك في هذه الإجراءات وفي جدواها عندما يشكك باحث معاصر بطريقة علمية في جدوى هذه الإجراءات لحفظ الحقيقة الدينية تقوم عليه القيامة ويتهم بالتشكيك في الدين نفسه مع أنه لم يتحدث في الدين إنما تحدث في أو عن الإجراءات العلمية لحفظ النص الديني إجراءات علماء الحديث مثلاً أو علماء التاريخ عن الإجراءات العلمية أو عن الإجراءات العلمية لفهم النص الديني لحفظ النص أو لفهمه في النهاية هذه إجراءات هي بطبيعتها إجراءات علمانية لا دينية ليست الدين هي إجراءات طبيعية يعني مدنية دنيوية مناهز العلم وأدواته هي من أمور الدنيا لا من أمور الدين فلما تشكك في جهد بعض العلماء التراث في علم الحديث ولا في علم القرآن ولا في علم أنت لما تشكك في جهودهم العلمية أنت ما تشكك في الدين أنت تتحدث عن مشكلة علمية عن جهد علمي مدني علماني لكن هناك من يتعامل مع أي إجراء نقدي علمي لهذه المناهج باعتباره نقدي للدين نفسه نوع من التزوير يعني للوعي وهذا لا يعني أن نقد الدين غير جائز يعني من ناحية علمية لا بالعكس يعني كل المعارف الموجودة لدى البشر سواء أكانت دينية أو علمية أو علمانية عفوا هي معارف قابلة للنقد من منظور العلم حتى الدين وإلا كيف نعرف أنه دين كيف نعرف أنه ما هو خرافة كيف نعرف أنه ما هو خدعة مصنوعة بواسطة العلم بامتحان العلم ما يصمت أمام امتحان العلم هو الذي يطلق عليه وصف مسلمات ما فيش مسلمات من غير علم لا مسلمات إلا ما صمد أمام أسئلة العلم اللي ما يصمتش أمام أسئلة العلم وامتحان العلم هذا مش مسلمات مهما كان والقرآن نفسه كان يطالب بإرساء هذا المبدأ مبدأ امتحان الدين بعرضه على قوانين العقل والعلم لما يقول القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا عبارة يتدبرون هذا دعوة أفلا يتدبرون القرآن عبارة يتدبرون تعني البحث عن ما وراء الظاهر في القرآن الدبر يتدبرون يعني البحث عن أدبار الأشياء مش عن ظواهرها وكأن الآية تفترض وجود معاني ظاهرة أمام ومعاني خلفية في الدبر في أدبارها الذي يحتاج إلى تأمل هو المعاني الماورائية يعني المعاني العميكة الباطنية الباطنية بمفهومنا البياني ومش بمفهوم الغنوصي وهذه هذه عبارة تحتاج تأمل يعني القرآن بيحرضك على أن تفتش عن تناقضاته لأنه واثك من نفسه بينما اللي ما همش واثكين من علومهم التراثية يقول لك لا 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 تناقش ولا تستمع للزمتيك الفلاني ولا تخوض جد ولا تجادل في الأمر الفلاني لأنهم ما همش واثكين من علومهم القرآن واثك من نفسه بيقول فضلوا فتشوا ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا أنا واثك من نفسي ما عندي مشكلة وعبارة لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا تحيل إلى أشهر وأهم قانون في علم المنطق اللي يسموه قانون عدم اجتماع المتناكضة هو هذا أعلى قانون في علم في مجال المنطق الصوري إذن القرآن نفسه يطالب بالاحتكام إلى منطق العقل ومنطق العلم لفحص الحقيقي من الزعف عشان تعرف الحقيقي من الزعف لكن أغلب المحسوبين على الكنيسة الإسلامية خلونا نسميها الكنيسة الإسلامية لأنه نفس الممارسات حق الكنيسة المسيحية بعض المحسوبين على الكنيسة الإسلامية يرفضون هذا المبدأ حتى مع علوم الدين فما بالك بالدين نفسه الدين يسمح بأن تختبر أما رجال الكنيسة الدينية فلا يسمحون بذلك لا يسمحون حتى باختبار العلوم الدينية مع أنها ليست من الدين في شيء ويتعمدون الخلط كما قلت بين حدود العلم وحدود الدين من أجل تهييج الناس ضد كل من يمارس حقها العلمي والديني في اختبار المسلمات وتمييز الحقائق من الأوهام من الملاحظات التي كنت وما زلت ألاحظها على أغلب النشاطات الفنية التي نقيمها نحن اليمنيون ملاحظة خلينا نسميها نقص الجودة في النشاط أو الفعالية التي نقوم بها أي نشاط أو فعالية نقوم بها كان لازم جودتها تكون ضعيفة قياسا إلى النشاطات المماثلة التي يقوم بها على الأقل إخواننا العرب اللبنانيون المصريون الشاميون المغاربة إلى آخر سواء أكان النشاط نشاط فني أو نشاط سياسي أو أي نشاط كان لازم تلاحظ فيه نقص في الجودة نقص الجودة كان يظهر بوضوح في الجانب الفني من هذه النشاطات لكل نشاط من الأنشطة التي نقوم بها في حياتنا في جانب فني فيه لكل نشاط حتى لو كان النشاط عبارة عن مؤتمر في القضايا السياسية هناك دائما جانب فني فيه كل عمل من أعمال الإنسان ضعف الجودة يظهر فيه بشكل أوضح من الجوانب الأخرى في الجانب الفني إذا تأملت هذا النقص في الجودة ستجد أن واحد من أسبابه هو الفهم القاصر عند القائمين على النشاطات هذه فهمهم القاصر لفكرة التخصص يعني على سبيل المثال خلونا نضرب مثال عشان يكون الأمر واضح لو أراد صاحب مؤسسة أن يقيم حفل موسيقي حفل غنائي يعرض فيه مثلا مجموعة من أغاني التراث تراث اليمن أمام الأجانب ماذا سيفعل على الأرجح؟ كيف سيفكر؟ سيبحث أولاً على الأشخاص الذين لهم علاقة بالموسيقى لكي يختاروا النماذج المناسبة الأغاني المناسبة اللي عرضها على الأجانب وهذا كلام فيه ظاهر منطقي وصحيح لكن عند التطبيق ستكتشف أن تصوره لأصحاب التخصص بالموسيقى تصور قاصر جدا لماذا؟ هو يظن أن خريج معهد الموسيقى يستطيع أن يقوم بهذه المهمة أفضل من المستمع المثقف الذي لم يدرس الموسيقى غير المتخصص في الموسيقى هو يظن ذلك وهذا مجرد وهم وهم ناتج عن تصور شكلاني لمفهوم التخصص دارس الموسيقى قد يكون مختصاً في فهم النوت الموسيقية صحيح؟ أو مختص بفهم المقامات الموسيقية ممكن أو يكون مختص بفهم التوزيع الموسيقي أو تاريخ الموسيقى ممكن لكن هذا المختص قد يكون من أكل الناس خبرة في مجال الموسيقى وأكلهم ذوقاً في مجال الموسيقى والغنى هذا موضوع مختلف والذي يحتاج والمؤهل لاختيار النماذج الغنائية هو صاحب الخبرة وصاحب الذوق مش صاحب التخصص الكرتوني يعني قد يكون هذا المختص خبيراً بالتكنيك الموسيقي لكنه ليس خبيراً بالموسيقى ذاتها ليس لديه الخبرة الفنية الكافية التي تؤهل الاختيار النماذج المناسبة لعرضها على الأجانب الخبرة الفنية هنا هي بنت الملاحظة والاستماع والتأمل مش بنت الدراسة فقط وهنا نأتي إلى نقطة دقيقة يمكن القياس عليها في مختلف المجالات الأخرى وهي أن الخبرة الخبرة بفن الغناء والموسيقى تحتاج إلى شيء أهم من دراسة النوتة الموسيقية والمقامات الموسيقية وتاريخ الغناء والموسيقى ما هي هذا الشيء المهم؟ كما قلت الخبرة الفنية الخبرة الفنية هي ما هي؟ هي حصيلة ثقافة واسعة للشخص في عالم الفن في عالم الفكر في عالم الحياة عموماً هو الشخصي هو الشخصية الشخص المثقف السميء صاحب التجربة الثرية في الحياة يستطيع أن يقيم الأعمال الفنية بصورة أنضج وأفضل من دارس الموسيقى غير المثقف يعني واحد مثل الدكتور فؤال زكريا فيلسوف المعروف أستاذ الفلسفة هذا الرجل كان يفهم في الموسيقى أكثر من بليغ حمدي والملحنين العرب المعروفين اللي يقرأ كتبه في مجال الموسيقى يدهش الرجل كان مستوعب في الموسيقى استيعاب عجيب ربما ما عندهش خبرة في التكنيكة الموسيقية البسيطة مثل التوزيع الموسيقي وما شابه ذلك أوكي لا مشكلة في هذه لكنه كخبير موسيقى كمتذوق رفيع لا يضع وهذه الجزئية الدقيقة هي التي تفسر من وجهة نظري ضعف الجودة في مختلف أعمالنا وأنشطتنا نحن اليمنين أنا مثال الموسيقى هذا والغناء أنا جبته بس عشان نضرب به المثل يعني نموذج تحليلي وإلا المقصود في كل أنشطتنا كل أنشطتنا تقريبا خاليا من الجودة تلقى فيها في شوية قصور كذا لا يصل إلى مستوى المنافسة مع الأعمال الشبيهة لزملائنا وأخواننا العرب الآخرين السر من وجهة نظري لأنه لم يكن وراء هذه الأعمال وهذه الأنشطة أشخاص مثقفون ثقافة رفيعة تمكنهم من الاختيار الجيد والتنظيم الجيد وملاحظة الأمور الفنية والأمور الدقيقة التي تحتاج إلى ذوق بعض الملاحظات تحتاج إلى ذوق وفن وخبرة مع أننا نعطي كما نقول نظن أننا أعطينا الخبز للخباز العاملون في مجال الفن في المجتمعات المتقدمة علينا مثلا هم أشخاص مثقفون قبل أن يكونوا أشخاص دارسين العاملون في مجال الفن في المجتمعات المتقدمة هم أشخاص مثقفون في المقام الأول قبل أن يكونوا مختصين بدراسة الفن يعني هو كشخصية هو كشخصية شخص ممتاز كشخصية قبل أن يكون متخصص قبل أن يدرس هو ابن مجتمع ذوق تعلم الذوق والفن وأمور كثيرا من محيطه المواطن العادي هناك لديه ثقافة جيدة قد لا تجدها عند شخص مختص في بلادنا وهذه نقطة مهمة لا بد من تأملها حبت أهديها لأصحاب النشاطات عموما أيا كانت لعلهم يتلافون هذا العجز والقصور الذي نلاحظ دائما في نشاطاتنا خلاصة ما أردت قوله في الدكائق الماضية هو أن من الخطأ أن نكف عند ظواهر المصطلحات والمفاهيم والأشياء الظواهر فقط من الخطأ أن نأخذ معاييرنا في تقييم الأشخاص والموضوعات من الأشكال الظاهرية من المعايين الظاهرية من المفاهيم السطحية الأولية لأن اتباع الأشكال والظواهر هو دائما سنة الأغبية والظالين المنحرفة قلوبهم وعقولهم يعني لو دخلنا شوية في الدين إبليس في القرآن ما هو ما هي خطيئته خطيئته اتباع قياس شكلاني لما قال أنا خير من آدم لأنه لعني من نار من أصل ناري وآدم من أصل ترابي والنار أركى من التراب قياس فاسد فهموا سطحي للأمور بنوا إسرائيل نفس الحال أخذوا التوجيهات الإلهية بأشكالها الظاهرية وخالفوا جوهرها فكانوا يحتالون على السبت بنصب الشباكي يوم الجمعة ويستلمون الحصاد يوم الأحد وكأنهم لم يثبتوا جمعت السلاليين لدينا نفس الحال خلوا الديانة كلها وقصة جبريل وطلعته ونزلته علشان بس يخدم حسن وحسين وعلي وفاطمة وفلان وفلانة المتدين السادج يستلهم من الدين أموما السلفية مثلا بمعناها الواسع تستلهم من الدين أشكاله التاريخية أكثر من مضامينه الجوهرية العابرة للتاريخ وبهذا يفقد الدين قيمة في المجتمع مع مرور الوقت ويصبح قوة غير فاعلة الدين نفسه ينطفئ تنطفئ شعلته تنطفئ حرارة لأنه الناس أخذوه أشكالا وتركوا الجوهر يرفض النظر إلى الأحكام الدينية النظر الديناميكية مقاصدية هذا السطح يضع معايير شكلانية للعلماء المتخصصين بفهم الدين يقول لك من كان شيقه كتابه فخطأه أكثر من صوابه هو لا يعرف أن العبارة هذه جاءت في عصر ما كانش فيه كتابة واضحة فكان لا بد يحتاج الشيخ لأن العبارة معقدة يشرحها الشيخ أما اليوم في الأمور مبسطة وواضحة والتعليم يعني من السهل عليك أن تتعرف حل الحقائق بوضوح يعني لا تحتاج للعبارة هذه اللي بيردد العبارة هذه لليوم هو شخص ساذج علاكة بالمعرفة علاكة سطحية ليست علاكة عميقة مع الجوهرية يرفض الاستماع إلى غيرهم حتى لو كان هذا الغير يعني إلى غير المتخصصين اللي يقول لك على أي شيخ اندرست إذا ما عندك شيخ ما أرضي يسمعك حتى لو كنت أعلم منه وأفهم وصاحب المؤسسة أو النشاط الفلاني يستعين بمن يسميهم أصحاب الاختصاص لمجرد أن لديهم شهادات كرتونية في المجال بغض النظر عن خبرتهم والحقيقية في هذا المجال ودون النظر إلى أن المعرفة تحتاج إلى شخصية قبل كل شيء شخصية تقيم المعرفة وتضعها في مكانها في محلها تسألت أحد الزملاء اللي كان بيدرس في لندن قلت له يعني ما قيمة شهادة الجامعة قل ليست لها تلك القيمة الكبيرة يعني صاحب الخبرة هناك مقدم على صاحب الجامعة عندما أقول فلان خبير عندما أقول فلان خبير في المجال الفلاني لا ينبغي أن أبني هذا الحكم على الشهادة التي يمتلكها فقط بل على الخبرة والشخصية قبل كل شيء وقد تكون الشهادة جزءا من الخبرة ما الذي تمتلكه الشخصية نفسها من خبرة الحياة هل هي شخصية في حد ذاتها ممتلئة قبل أن أسأل عنه هل هو متخصص أم لا قيل أنه في الصحافة الأمريكية الكبيرة في ليلة الإصدار لا يبقى مع رئيس التحرير إلا شاعر لكي يضع المانشتات إحنا في الصحافة عندنا ربما الصحفي العادي العابر لخريج الأمس هو الذي يضع المانشت أو يضع العنوان لأنه إحنا مش فاهمين مش فاهمين أنه هذا وضع العنوان تخصص مختلف تماما عن الصحافة والعمل الصحفي هذا محتاج شاعر هذا محتاج أديب الخبرة الجمالية لكي الشخصية الشخصية في المقام الأول لأنه الشخصية لما تتخصص بيكون عندها قدرة على توظيف معارفها التي اختصت بها توظيفا جيدا وصلنا للختام نشكر متابعتكم ونلقاكم في الأسبوع القادم بيبي الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة